أيضا يبقين مع آية قرآنية أبو فاطمة يقول ما الدلالة التربوية في قوله تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين لماذا كلف سيدنا سليمان عليه السلام الهدهد بنقل رسالته إلى ملكة السبع و لم يرسل شيئا آخر غير الهدهد صاحب القضية ليكون محايدا نعم طيب لو تفتح لنا موضع الآيات فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين نعم إني وجدت امرأة تملكهم من دون الله نعم و أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها و قومها يسجدون للشمس من دون الله الآيات نعم أولا هو سأل عن الملحظ التربوي نعم في قول سيدنا سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين نعم هذا تثبت وتبين فإن من كان متوليا لإدارة حكم و لمملكة و لشؤون رعية فإن عليه أن يتفقد رعيته و المهمات التي أسندت إليهم و أن يتفقد قيامهم بهذه المهمات و المسؤوليات التي نيطت بهم نعم و لذلك فإن صدر الآيات قال فتفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد نعم أم كان من الغائبين الآن سيدنا سليمان عليه السلام حتى في حالة التفقد يعلمنا أن لا يتعجل في الحكم نعم فلعله لم يره لعله كان مختفيا لعله لم ينتبه له و لذلك قال ما لي لا أرى الهدهد نعم فلما تبين له أن أنه تفقد التفقد المطلوب و أن الهدهد غير موجود قال أم كان من الغائبين نعم إذن الملحظ الأول هو ملحظ لزوم التفقد و التأكد من الرعية و ذوي المسؤوليات و المهمات التي يكلفون بها هذا استعراض و يستعرض سليمان عليه السلام هنا يستعرض جنده كما يفهم من السياق القرآني مهمة عسكرية كانت تقريبا و عند هذا الاستعراض قد يكون أمرا مألوفا نعم يعني هذا الذي يفهم من السياق القرآني أنه كان من شأنه أن يتفقد جنده و أن يتنبه حتى لأضعف ما يمكن و أن يتصور في صفوف هؤلاء الجند نعم فهذا الهدهد يعني قد لا يعبأ به طائر طائر فيتنبه حتى لا يحصل خلل في إدارة الحكم و في شؤون المملكة نعم ثم يتثبت قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين نعم فقدان الطير أورثه غضبا فتدرج من الأعلى إلى الأدنى لم يلبث هذا الغضب لم يستحكم منه فبدأ بالأشد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه نعم أو ليأتيني بسلطان مبين درجة العفو التي يدفع بها عن نفسه العذاب الشديد أو الذبح وهي درجة العدالة والإنصاف أو ليأتيني بسلطان مبين إذن عدم التعجل في إصدار الحكم والمطالبة بالبينة والسلطان المبين والحجة قبل أن يصدر حكمه مع وضوح ما الذي ينتظر إن لم يكن له سلطان مبين فما الذي ينتظره نعم قبل أن تنتقلوا لكن الألف واللام في الهدهد نعم للعهد ألا يدل على أنه كان لديه مكانة أو قيادة معينة في القيش بل هذا واضح نعم هو واضح من السياق سنأتي إليه أنه فيما يظهر لم يكن هدهدا عاديا نعم ثم بعد ذلك في السياق القرآني ربنا تبارك وتعالى لما ذكر هذا الملحظ الذي سأل عنه السائل نعم قبل أن نصل إلى ما قاله الهدهد نعم قال سننظر أصدقت قال سننظر بعد ما قول الهدهد الآن ما الذي قاله الهدهد هذا السياق الذي قرأته في أول الجواب نعم قال وجدته أقضاء ثمكث غير بعيد قال جئتك من سبأ بنبأ يقين نعم فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هذا يخاطب سليمان عليه السلام نعم في مقام النبوة والحكم وسخّرت له الريح والجن والإنس والطير وهو هدهد نعم يقول لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به أحط بما لم تحط به نعم ثم يؤكد ما يدفع به عن نفسه وجئتك من سبأ بنبأ يقين نعم ليدفع عن نفسه التهمة نعم هذا يدل على ما تفضلتم به من أنه في مستوى من التأهيل والتدريب وإسناد المسؤولية وأنه أهل لها نعم بدليل هذا الخطاب يعني لو تصورنا شيء من حكام الدنيا اليوم ويأتي أحد الرعاية ليخاطب الملك يقول أنا أعرف ما لا تعرف وأحط بما لم تحط به وأنني جئتك بخبر يقين يعني أن يملك هذه الجرأة وهذا البيان وهذا أيضا الاستفتاح في كشف ما عنده يشوق سليمان عليه السلام ومن كان حاضرا هناك إلى أن الذي عنده ليس أمرا بسيطا ليس أمرا عاديا وإنما هو أمر جلل نعم ولذلك يقدم بهذه المقدمة مقدمة المتكلم الوافق صاحب اليقين نعم ويعرف اسم المدينة نعم وسمى هذه المدينة فورا يعني لم يكن مجرد نظرة خاطفة لا لا تبين الأوضاع تعرف على الأسماء ثم إن هذه الأوصاف التي استعملها قال وجدت امرأة تملكهم نعم و أوتيت من كل شيء هو جاء من مملكة سليمان عليه السلام ومع ذلك يصف هذه المملكة بهذا الوصف أن امرأة تملكهم هذا أمر يدعو إلى العجب في ذلك الزمان وأنها قال تملكهم لم يقل تحكمهم قال تملكهم أي تملك أمورهم وهي ملكة عليهم وأنها أوتيت من كل شيء وأن لها عرشا عظيما نعم قال ولها عرش عظيم ثم بيّن مع هذه المظاهر التي انتبه لها ورصدها وسجّلها ونقلها إلى سليمان عليه السلام انتقل إلى الجانب الأهم فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله تحدّث عن هذا الجانب الإيماني وتحدّث عن أسبابه ولذلك هذا الذي سمعه منه سليمان عليه السلام كان كافيا لأن يقيم الحجة عليه وأن يختاره لهذه المهمة نعم أن يرسله بالكتاب قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فإذا اختاره لأنه أهل لأنه ذو كفاءة لأن تدريبه كاف ثم إنه سيقيم الحجة عليه من نفسه نعم وعند سليمان عليه السلام من أدوات الحكم والملك والوسائل ما يعينه على تبين هذا الرسول و أداءه لهذه المهمة و صدقه فيها و هذا هو الذي حصل نعم القصة فيها وقفات كثيرة نعم ماتعة شائقة لكن هذا القدر يجيب عن سؤال السائل و زيادة إن شاء الله تعالى و الله تعالى على يمين هناك طبعا مثل هذه القصة لو أثرنا فيها مواطن فعلا كثيرة جدا تحتاج إلى سؤال خاصة و انظر ماذا يرجعون نعم يعني فيه تكليف بمهمة أخرى نعم لم يكتفي فقط بأن يرسله بل يريد أن يرسد له الأحوال و أن يأتيه بالجواب يمين لكن الجواب لم يأتي عن طريقه هو إنما أرسلت هي وفدا آخا صحيح أما عند كلام المفسرين بأن يعني الهدهد هو الذي أبلغه أنها في طريقها إليه نعم كنور من العمل الاستخبارات نعم و لذلك قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين لأن علم أنها في طريقها إليه يدل على أن سليمان لم يكن بعيد بعد الهدية لا سليمان عليه السلام كان في القدس و هي في سبأ في اليمن إذن فمكث غير بعيد نعم هذا من مؤصفاتي قالوا لماذا اختار الهدهد دون الحمام نعم لأنه أكثر خفة وأكثر ذكاء وأقل تطلبا للماء والغداء وأقدر على تبين مواضع المياه في باطن الأرض إلى آخر ما يعني يقول كثير من علماء الطير ما كشفه العلم المعاصر من مزايا وصفات في الهدهد لا توجد في الحمام